بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بهذا الجزء الخامس من الشبطة السادس بعنوان Dimensioning Practices هنواصل مع الملاحظات التطبيقية والعملية للأبعاد وهنكمل مع السيلندر Diameter should be given in a longitude interview with the symbol phi placed before the figures هذا المثال بتاعنا هذا المنظور لو عايزين نضع الديامتر بتاعنا هنضعه بالشكل ده هذا الديامتر اللي هو 100 ونضع معاه الفايل اللي هي تيجي جنب العدد بتاعنا هنا الديامتر بتاعنا 70 ونضع معاه السبعين دي الفايل اللي هي تيجي قبل ايه السبعين بالنسبة للهولز Size dimensions are diameter and depth يعني كمعلومة لازم نعرف الديامتر والdepth اللي هو العمق وحسب ايه الميجرمنت مثل Location dimension must be located from its center lines and should be given in circular view يعني بنضع الديامتر لما نجد ايه الشكل الدائري بتاعنا ده وهنحدد ايه هنحدد مكان السنتر لين هنا حددنا مكان السنتر لين بالنسبة للسنتر لين بتاع الهول ده والسنتر لين الافقي ده بالنسبة للسنتر لين الافقي بتاع الهول ده وبعدها حددنا إيه مكان السنتر لاين ده بالنسبة للخط الأفق اللي تحت ومكان السنتر لاين ده العمودي بالنسبة للخط العمودي ده وكده حددنا إيه مكان المركز ده لو عرفنا مكان المركز ده ممكن نعرف إيه أو نحدد مكان المركز الثاني ده بالنسبة للهول with small size use leader line and local node to specify diameter and hole's depth in the circular view يعني هنا حسب طريقة صناعة الهول بتاعنا هنا عندنا blend hole وهنضع depth بتاعنا بالشكل ده هذا البعد وإيه هنستعمل leader line عشان نحدد الديامتر والdepth بتاعنا يعني XX هنا هتعطينا الديامتر والyy هتعطينا العمق أو الديامتر نضع الأبعاد بالشكل ده وده كمان صح بالنسبة للهول with large size use extension and dimension lines يعني هنا هنستعمل الايه؟ extension lines والdimension line عشان نحدد ايه؟ الديامتر بتاعنا وإلا use diametral dimension line يعني هنستعمل القطر عشان ايه؟ نضع الديامتر الديامتر بتاعنا وإلا use leader line and node هنستعمل leader line عشان ايه؟ نحدد نص القطر بتاعنا أو القطر بتاع الهول بتاعنا بالنسبة للrounded end shapes dimensioned according to the manufacturing method used يعني هنضع الأبعاد حسب طريقة صناعة المجسم بتاعنا بالنسبة للمثال ده محتاجين نعرف ايه؟ محتاجين نعرف المسافة بين الثقب ده والثقب ده وده حسب ايه؟ حسب صناعة المجسم بتاعنا هذه طريقة وضع الثقب الأول والثقب ايه؟ الثاني بتاعنا وكده محتاجين نعرف ايه؟ المسافة بين center line بتاع الثقب الأول والcenter line بتاع الثقب الثاني نواصل مع rounded end shapes dimensioned according to the manufacturing method دائما هنا محتاجين نعرف المسافة بين center line ده والcenter line center to center this distance كمان بالنسبة للمجسم ده محتاجين نعرف المسافة بين الخط ده والخط ده tool cutting this distance ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر